طيب وزير خارجية قطر يعني بعد ما الشيخ عبدالله جعل الأمور ساكنة وهدأ من روع الجميع بلقاؤه بالملك سلمان وزير خارجية قطر خالد العطية يعني يقوم بعمل أكثر من دنيئ بيلمح إلى أنه قطر سوف تحدث للحجيج الخاصين بها أو التابعين لها اعتداءات في فترة موسم الحج وكأنه بيقرأ الطالع أو كأنه لديه معلومات من جهات سوف تقوم بذلك وهل من جهة يمكن أن تقوم بعمل داخل موسم الحج إلا الإيرانيين تاريخ إيرانيين أكثر من عشر محاولات لزعزعة موسم الحج بيقوم بها الإيرانيين لذلك خالد العطية عندما يتحدث بهذا الشكل فأنا أرى أنه يعني لديه معلومات أو بيقرأ الطالع لكن في النهاية محمد بن عبد الرحمن الثان قال في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية السويد في ستوكهولم بالنسبة لما جاء من حديث عن وساطة أو غيرها فحسب المعلومات التي وردتنا ده هو اللي بقول وزير خارجية قطر فإن الشخص الذي كان موجودا بتكلم على يمين على الشيخ عبدالله الثان بمصطرح الشخص الذي كان موجودا هناك في السعودية فكان موجودا هناك بشكل شخصي ولمواضيع شخصية وهذا من الطبيعي إذا طلبت إحدى الأسر الحاكمة سواء موعدا سواء كان في دولة قطر أو في أسرة السعود فاستقبله سمو الأمير يعني هو لما طلب مقابلة الملك سلمان عادي أنه يقابله لو أحدث بالأسر الحاكمة طلب يقابل تمين عادي هنقابله بيحاول يسفه من المقابلة يعني الشيخ عبدالله الثان وخالد العطية الأول أجهض مخططات قطر للسيس الحج والثاني فتح دولته للإحتلال التركي يعني شوفوا ده في الأسر الحاكمة واحد فتح خلاص الأرجواء القطرية والأراضي القطرية أصبحت مفتوحة بشكل كامل أمام القوات التركية والإيرانية وعبدالله الثان بيحاول أن يرمم ما أفسدته أيدي تميم وأبيه وأمه خلال الفترة الماضية